عطشان يا أمو العيال شوية ماء الله يعزك بصيت على محمود وهو قاعد على طرابست السفرة بيأكل زي المفاجيع ولا كأنه بيأكل في أخر زاده ومن بين منظره سمعته بيكمل وبيقول في حد برضو يحضر السفرة دي وما يعملش حساب الماء قمت من غير ما كلمه ولا كلمة ناحية المطبخ وجبت إززة الماء وصبت له كوباية ماء وبعد ما شارب قلت من غير نفس وأنا بحاول أبتسم بالهانة والشفة دحك دحكة سفرة وهو بيقول مالك وقفة من الشيك دالية ولية ما تعودي كده عشان نفسي تتفتح على الأكل عدت جنب منه ونبطني مقلوبة ومش قادرة بص في وشه وحطيت وشي في الطبق اللي قدامي وصرحت مع نفسي ومع زاست الماء اللي جبتها من المطبخ بيني وبالنفسي قلت أنا كمان عطشان يا أبو العيال بس عطشان الكلمة حلوة ومشاعر جميلة عطشان للعواطف يا محمود عارفة أني لو قلت لك نفسي في كلمة حلوة هترد علي وتقول كلمة حلوة إيه يا أولية يا خلال أنت هو أنت لسه صغيرة ولا تلميزة مراحقة شوفي عيالك اللي بقوتولك ما قدرتش أكمل الأكل وقمت من على الصفرة ودخلت قدتي شوية وسمعت محمود من برة بيفتح التلفزيون وبيقلب في القناة وما فيش دقيقة وسمعت وبيزع وبيقول الشاي أمو العيال قمت تاني ودخلت المطبخ أعمل الشاي ولمت الأكل من على الصفرة وبدأت أخسل الموعين وأنا بعمل الشاي وديت له الشاي وقلت له اتفضل يا حبيبي أحلى كوبية شاي عشان عيونك رد وهو مندمج مع برنامج على التلفزيون وقال طب حطيها عندك ووسعي كده بسرعة من قدام التلفزيون دخلت المطبخ وكملت غسل موعين ورجعت على قطي والدموع بدأت تنزل من عناية قمت وبصيت على نفسي في المراية ولقيت واحدة ستة عندها خمسة واربعين سنة ابني الكبير بقى عنده تلاتة وعشرين سنة والصغير عنده عشرين سنة كل ده عشان اتجوزت وانا عندي سبعتاشر سنة وخلفت بسرعة انا مش ام العيال انا اسمي حنان ستة حلوة وجذابة وكتير يحصدوني على قوامي وجسمي وجمالي لكن للأسف اتسرق عمري وحياتي مع زوج مهمل وقاسي ما يعرفش حاجة عن المشاعر والمعاملة الطيبة والباقي من حياتي راح في تربية العيال كتير فكرت اهرب من الحياة دي لكن كنت اجبن من ان يسيب البيت ورغم كده هاربت كتير وسافرت بخيالي على الانترنت من ساعة ما دخل الانترنت البيت على جهزة الكمبيوتر وانا لقيت فرصة للهرب من خمستاشر سنة ومن ساعة ما اشترينا جهاز الكمبيوتر عشان ابني الكبير يذاكر عليه ودخلنا النت وانا بدأت اتعلم واهرب من خلاله اتعلمت غرف المحادسة والشات من قبل الفيسبوك كمان وكان فيه حاجة اسمها الياهو وآيسي كيو كان الانترنت بوابة العوالم كتيرة اوي تعرفت عليها كان اولادي في المدرسة ومحمود في الشغل وانا بعيش على الانترنت اتعلمت التمثيل والكذب عشت دول البنت المراهقة في الجمعة وكنت بعمل اكوانتات مختلفة وشخصيات مختلفة وتعودت على الكذب والخداع وطبعا كان بحدود عمري ما فتحت كاميرا ولا خرقت عشان اقابل حد كنت باخد من الانترنت بس مشاعر محتاجالها كنت عايز احس ان حلوة ومرغوبة وان فيه حد مهتم بيا الدنيا اتطورت وتغيرت والانترنت بقى عالتليفون التليفون المحمول وظهر الفيسبوك والانستجرام والاسناب شات والكذب بقى اسهل بكتير وتعلقت اكتر واكتر بالانترنت والشخصيات الافتراضية اللي كنت بعملها او بعرفها واحدة زي وسني كان المفروض تكون عايشة احسن ايام حياتها مش واحد كل اهمه في الدنيا لأكل والشرب ومطشط الكورة انا من حق شوية مشاعر حلوة احس بيها وانا مش بعمل حاجة غلط مش بخط صورة ولا بتكلم كلام خارج كل اللي انا بعمله شوية كلام كلام مع ناس تانية بيدوني المشاعر دي وجريت مسكة الموبايل بتاعي وفتحت اكاونت من الاكاونتات بتاعي ولقيت رسالة من يوسف يا على يوسف وكلامه الحلو راجل بجد عارف ازاي يتعامل ويتكلم مع واحدة ست رغم انه ما شافش صورتي ولا سمع صورتي لكن بيعملني زي الملكة بجد الوحيد اللي فعلا نفسي اشوفه وقابله هو اتعرف عليه بجد ايه ده؟ فعلا بقتلي يقول انه نازل القاهرة اليومين دول ونفسه يشوفني ازاي طيب؟ ده مستحيل مش ممكن ابدا سمعت صوت محمود وهو بيقول جرى ايه يا امو العيال هو مفيش عندنا فاكهة ولا ايه طلعت جبت طبق فاكهة صغير وحطيت منه المحمود جوزي وبعد ما بصيت عليه وعلى اسلوبه وفكرت في طريقة كلام يوسف ومعاملته لي قررت قابل يوسف دي مجرد مقابلة وهتكون في مكان عام زبطت امور البيت كويس وقلت المحمود اني رايحة لدكتور الأسنان وفعلا في اليوم اللي اتفقت عليه مع يوسف كنت سبخت شعري عشان اخفي الشعر الابيض اللي بدأ يظهر لي والحمد لله انا محافظة على جمالي وبصريتي وجسمي بصيت لنفسي في المراية بعد ما لبست اشيك تقم عندي تقم ما بخرجش بغير في المناسبات وقلت لنفسي ايوة كده شكلك فعلا بقى عندك يجي تلاتين سنة زي ما يوسف عارف اصل يوسف عنده تلاتة وتلاتين سنة هو مطلق وعيش برا مصر وهو افاكر اني اسمي صفوق وعندي تلاتين سنة وارملة والنهاردة اول مرة هشوف يوسف واسمع صوته اصله بعاتلي كمان رقم تليفون جديد وفعلا ركبت تاكسيه وروحت المطعم اللي احنا متفقين عليه وهناك لقيته حاجز باسم الاستاذ يوسف ودخلت المكان وقعدت بستنياه ومسكت المينيو بتاع المكان اشوف الاكل وفجأة وقع من ايدي وشفت قدامي اغرب حاجة في الدنيا فدلت متنح هو مش مصدق عني وهو كمان فدل مبرق جدا مبرق جامد لي هو مش مصدق بلعت رقي وحسيت زي ما كون في كابوس يوسف هو محمود جوزي لابس دبلة وخطت باروكا خطت باروكا على صلعته ولابس لي نظرة شمس لقيته بيبص لي جامد والنار هتطلع من عينه وهو بيقول لي قدش بتعملي اهانة يا ست هانم صدق اللي قال الشيطان استاذ الراجل وتلمز الست ساعتها وبدون مقدمات رسمت سيناريو وحوار وردت عليه بعد ما مسكت نفسي بالعافية وقلت له بعمل ايه جيت اكشفك يا بولعيال يا جوزي يا سابعي جيت اشوفك وانت بتخون سيقتي فيك وبتخون بيتك وامراتكم معيالك لقيت محمود بيكلمني وبيقول يعني ايه الكلام ده انا مش فاهم حاجة ردت وقلت مفيش صفاقي عني انا اللي كنت بكلمك تقول الفترة اللي فاتت دي يا كذاب يا مخادع رد وقال بسرعة وطي صوتك احنا في مكان عام يا ولية وحسبنا لما نرجع البيت قلت بسرعة حساب حساب ايه اللي بتتكلم عليه طلقني يا محمود رد وقال حساب صفاقي اللي بتكلمني بقالها فترة وعندها تلاتين سنة وارمالة انا عايز اعرف كل حاجة بالتفصيل يا خاينة ردت وقلت كذاب يا ابو العيال ومش عارف تجذب كمان بقى انا خاينة يا يوسف به امال انت تطلع ايه يا ابو تلاتة وثلاثين سنة يالي طلعت لابس باروكا ادري بها قرعتك انا عملت الحساب الوهمي ده مخصوص عشان اكشفك قدام نفسك وقدامي فضل محمود بصصلي وانا بصة في عانيه ومش عارف يتكلب معايا ولا كلمة واحدة في الاخر لقيت محمود بيقول كل كتبة جدبتها في التليفون ده موجودة تقدر تشوفي بنفسك كل محادسة وكل كلمة كنت بقولها ردت وقلت انا مش عاوز اشوف حاجة رد وقال خلاص يا حنان ربنا كشف عني ستره ومش هقدر اجزب تاني لكن والله والله انا ما تكلمتش مع حد غير صفاء اللي هو انت يعني خلينا نتكلم ونفكر في حالة اللي وصلنا له ونقعد دلوقتي ونتكلم بهدوء فكرت في كلامه ومسكت الموبايل بتاعه وفضلت اشوف المحادسات اللي كان جوزي بيعملها مع الستات واكتشفت ان جوزي كان بيتكلم بشخصية يوسف المحترم الرومانس الهادي معانا بس والحقيقة بيني وبين نفسي انا عملت اكتر ما هو عمل بكتير لقيت محمود بيتكلم وانا بشوف المحادسات بتاعته معايا وبيقول انا كنت بدور على واحدة تحتويني بكلامها وتسمعلي واسمع منها كلام حلو قفلت الرسالي والتليفون وسألت محمود ليه محمود رحت الدور على مشاعر برا وانا قدامك وكنت محتاجة ليك والمشاعر دي معاك ليه كنت بتناديني دايما يا امو العيال لحد ما نستني اسمي ليه خلتني اكرح حياتي معاك رد محمود وقال عشان نفس السبب اللي خلاك تعمليني بأسوأ وتشوفيني فيها الزوج الروتيني انا مش عارف احنا امتا بعيدنا ان بعض كده بس احنا بقالنا سنين يا حنان بقالنا سنين ما تكلمناش مع بعض كل كلامنا عن الفلوس والولاد وتربيتهم وتعليمهم وجوازهم انا مش عارف امتا تحولت حياتنا لصورة بشعة ممسوخة بالشكل ده مش هقول ان انت السبب لكن في وقت من الاوقات انا لقيت نفسي ضايع وعمري تسرق مني ومحتاج حد تاني في حياتي محتاج احس ان حد بيسمعلي وبيهتم بيا وبمشاعري مش بالاكل والشرب وبس ردت وقلت له انا كل اللي كنت محتاجة منك شوية تقدير ومشاعر واحتواء وانت كنت قادر تدهملي لكن روحت تدهم لحد تاني غيري رد وقال انا مش هقدر اتكلم كتير ولا دافع عن نفسي انا بحبك انت والحمد لله ان ربنا كشفني قبل ما غلط غلط اكبر لكن لازم تعرفي اني مش هد بيتي انا محتاجة اعقد مع نفسي وانت كمان تعودي مع نفسك وانت فكر في حياتنا انا هقوم وهروح عندي ابني الكبير يومين وام محمود وبعد خمس خطوات رجع تاني ولقيته بيقولي بعد ما بص في عيوني انا بحبك يا حنان وانا آسف لما كنتش شايفك ولا حاسس بيكي قال الكلمتين دول ومشي وانا فضلت في مكاني وقمت روحت بعد شوية ومش عارفة اعمل ايه زي ما بيقولوا كده الكرة بقت في ملعبي لكن الحقيقة ان انا كمان غلط وغلطت غلط كبير قوي لما فتحت النفس سكة للشيطان واهملت بيتي ودورت على مشاعر حرام على الانترنت يمكن ربنا سطرني قدام جوزي لكن بيني وبين نفسي انا كمان معترفة بالغلط ومش عارفة ااخد قرار هل اسامح نفسي واسامح محمود على الاسوأ والاهمال اللي كان بيعاملني بيهم الفترة اللي فاتت وحافظ على بيتي وغلط له بالطلق وابدأ من جديد حياة تانية حياة مجهولة خاصة ان هو دلوقتي فاهم ان مظلومة واني كنت بيعامل كده بس عشان اقفشه لكن الحقيقة غير كده خالص وبحمد ربنا انه سطرني عشان ولادي